خلوني أخدكم بنروح يمكن زملائي في النشرة النهاردة دينا وإيمان كانوا بيتكلموا عن ذكرى وفاة كاتبنا الأستاذ وحيد حامد 2 يناير سيبك بقى من كل اللي حضرتك عارفه وحفظه عن الأستاذ وحيد ولده سنت كذا ونشأ وطرعرع وتخرج ورحل عن دنيان كل ده كلام جميل وحلو ونازم نبقى عارفينه الأهم تجليات وحيد حامد خد بالك بقى يعني أنا أقول الكلام ده ونظن أن أنا أكيد شاهدتي مش مجروحة فأنا زي بقيت الناس قارئا مشاهدا طبعا أنا من الناس اللي بالتأكيد تحب جدا وتحترم جدا وتقدر جدا أستاذ وحيد وأستاذ زينب سويدان اللي هي أنا أراها أيضا علامة فارقة في قراءة النشرات والعمل الإخباري في مصر والعالم العربي وده بجد مش هزار وصدقنا العزيز الرائع المخرج الرائع مروان حامد بس أستاذ وحيد باعتبار أن دي مناسبته كل الحب والتأدير والاحترام لكتاب سيناريوهات السينما في مصر أستاذ وحيد كتب بفلسفة وفلسفة لا تحمل تعقيدا يعني إيه الفلسفة أحيانا ممكن تبقى صعبة المنال يعني زي ما كده يجي يقول لكيه مش كل الناس تقدر تفهم أفلام يوسف شهين يعني أنا بحس أنها أفلام بسيطة جدا يعني ماياش صعبة على حاجة فيها أفكار يوسف شهين بس ماياش صعبة يعني لكن البعض يراها أن يوسف شهين رجل فيلسوف في السينما ففلسفته صعبة المنال شوية أو صعبة الفهم سيد وحيد حامد الله يرحمه هو الاختلاف نفسه فلسفة شديدة العمق ورائعة في بساطتها مفيش مصري مفيش عربي مفيش حتى خواجة مش هيقدر يفهم أفلام وحيد حامد ده بجد ليه؟ هتقول لي أجنابي أقول لك آه لأن وحيد حامد لما كان بيكتب دي هنا بقى رؤية أنا كمشاهد لفيلم أو قارئ حتى وإنت بتقرأ مقالات الأستاذ وحيد أي حد هيشوف أفلام أستاذ وحيد حامد هيفهمها هتيجي تقول لي بس مثلا فيها حاجات ممكن يفهمها أصحاب الثقافة المصرية أقول لك والثقافة المصرية وضعت بصمتها وطبعت على العالم العربي كله هتيجي تقول لي طيب والجماعة الأجانب هيفهموها زلك الجماعة الأجانب عارفين طبيعة الشارع المصري مش هقول لك فاهمين الإفه وحيد حامد مش كاتب إفهات وحيد حامد كاتب للأفكار مفلسف لأفكار الشارع المصري أهم أفكاره ما يشغله وما يقرقه اللي بيقرق المواطن المواطن قاعد بيفكر في إيه بيحلم بإيه بيكلم نفسه في إيه المواطن اللي بيصحى الصبح بيحلق دقنه في المراية بتاعت الحمام وهي مش خبطة بلسود عشان قدمت حبتين ويكلم نفسه هتجد ده في سطور وحيد حامد هتجد ده على ألسنة أبطال وحيد حامد المواطن وهو بيغمس لقمة الفول وحيد حامد المواطن وهو قاعد مع صحابه على القهوة وحيد حامد المواطن حتى وإن تطرف وذهب للإرهاب هتجد وحيد حامد عارف هو بيفكر إزاي المواطن لما يبقى مسؤول هتجد وحيد حامد عارف هو بيفكر إزاي المواطن المظلوم وحيد حامد المواطن المنتصر وحيد حامد الغني الفاسد هتلاقيها كاتبها وحيد حامد الغني اللي بيحب الناس وحيد حامد اليساري العظيم أحمد راتب في طيور الظلام وحيد حامد وحيد حامد واحد من أساطير السيناريو وكتابة السينما المصرية والعربية يعني أنا دايما نشوف وحيد حامد بشير الديك دول في حتة أساس أسامة أنور عكاشة في الدراما التلفزيونية حتة هنا اختلفت الملاعب وعلت القامات وحيد حامد أكبر بكتير من أن يصفوا أو يتحدث عنه يوسف وكل زميله وحيد حامد قيمة كبيرة جدا 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 في تاريخنا السينمائي